ما هو العلاج للزواج المسيحة؟ أولا أحبائي العلاج بكل بساطة هو الخلق الجديد لاحظة أنا بستخدم الكلمات عن بنطقيها لا سيكولوجي ولا ترميم ولا إصلاح ولا أي شيء لأنه إذا من جوا الضربة بدك علاج داخلي فإذن اللي بعالج هو الخلق الجديد الخليقة الجديدة كما قال دقوت قلبا نقيا أخلق فييا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي صلي أنه رب ينزع القلب الحجري المتحجر قلب الصعب إلى قلب لحم طري محب شفوق عنده رأفي وحنان إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فإذن العلاج للزواج أنك ترجع خليقة جديدة يعني طب إزاي تعالج المحبة خلاص صار عندك نفور شو ما بيعمل مش عم تقدر تحب الشخص الآخر مش قادر تحبه فبدو الرب يخلق محبة جديدة محبة إلهية جديدة تجاه الطرف الآخر قبول جديد الأشياء اللي كانت تنفر صرت أنت تقبلها ومحبة إلك أمان خلاص الضعف صار يتحول إلى قوة عم تنظر للشخص الآخر من عين يسوع أو من خلال عين يسوع المسيح من خلال قلب يسوع المسيح طب هذا شو بيطلب بيطلب توبي حقيقية ورجوع للرب أولا ما في علاج أو علاقة مسيحية زواج مسيحي بدون الرجوع للرب أولا والتوبة الحقيقية للرب أولا طبعا ثم أحدهما للآخر شئ تاني الغفران المستمر وأنا ضفت كلمة المستمر لأنه مش بس مرة تخفر مرة سبعة سبعين ملايين المرات يضلها في حالة الغفران الغفران مرات أنت عم تشعر أنه الطرف الآخر فعلا عم بيعمل أمور لا طليق أنت عم تخفر هاي الغفران طبعا مش بتجعلك أنك أنت إنسان غبي ولا غير ذاكي لا فلا شفاء بدون غفران إذا بدك الزواج يتشفى لازم يكون في غفران وإذا غفرت ما ترجع تذكره أو تذكرها في الخطيئة ارتكبتها في الماضي خلاص الماضي تحت الدم في غفران مستمر بتعرفوا عنا العرب واحدة من أصعب الكلمات أنه واحد يقول كلمة سامحيني اغفري لي الرب يعطينا هاي النعمة وهاي الأحشاء أن نقول هذه الكلمة فالغفران هي الستر للشخص الآخر وبتجعلنا أن نعيش حياة النصرة الدائمة وبتخلي الشخص دايما عايش في أمان مش شو بيفكر عني طب شو بفكره من جو لا خلاص فيه غفران الإنسان بعيش محرر مش في مبارك داخليا شيء آخر أحباء للعلاج وبليز اسمعوني والذات بعد الكورونا الدنيا كلها ضربت اللي هو تكوين مذبح عائلة شو يعني مذبح عائلة مش مذبحة مذبح يعني يوميا يكون في مكان تصلوا فيه هذا المكان يكون في وقت معين متفق عليه تقرأوا كلمة الرب يوميا وتعيشوا حياة الصلاة حتى تستمدوا القوة الروحية فبصراحة الزوج الذي يقرأ ويصلي هو وزوجته يوميا يقتربا إلى الله يوميا وإذا اقتربوا من الرب يقتربا أحدهما من الآخر فإذا هاي مهمة جدا بتقول لي من فترة ما عملنا خلاص جرب من اليوم تعال قل له سامحيني سامحني بدنا نبتدي هاي العادي نقرأ كلمتينك بسيطة فقرة ونصلي مع بعض بتصير تتغذى وتستمر في هذا الشيء شيء رابع إعادة الأولويات إلي حيزها الصحيح حتى ما يكون في تشويش خلاص شوفوا إيه الأولويات في حياتكم توجهك في حياتك في إرساليتك خليها تكون واضحة جدا شيء آخر لازم تنتمي إلى كنيسة كتابية مسحية روحية ما فيك تعيش حياتك بدون كنيسة في الكنيسة عشان تتغذى على كلمة الله وتنمو روحيا أنت وأسرتك ولادك كلكو كعائلة بتحضروا الاجتماع شيء آخر امتلئ من الروح القدس يوميا لا تطفئ الروح خلي دائما فيه وقود وهذا الوقود يعني خلي النار الروح مشتعلة في حياتك كلام روحي تسبيح روحي صلاة روحية بناء روحي تمييز روحي كله بيتحول إلى روحي شيء آخر أحبائي قاوموا إبليس فيهرب منكم لازم يوميا انقاوم إبليس في رسالة بوتر صحاح 5 بقول اصحوا واصهروا لأن خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه وفقاوموه راسخين في الإيمان فيه لازم تصحى كل يوم لازم تصهر كل يوم لازم تقاوم إبليس كل يوم إبليس زي الأسد الهايج عاوز يفترس عاوز يبتلع الزواج المسيحي مكتوب لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره أن تطفئوا سهام الشرير الملتهبة يسوع قال يعني لما شاف الشيطان ليس في شيء ما قالوش علي أي شكاية وبصل أنه ما يكونش عليك أي شكاية ثم يقول يعلمنا فيستفيقوا من فخ إبليس إذ اقتنسهم لإرادة إرادتنا تتحرر نحرر بإسم يسوع يخرجون الشياطين بإسمه نبطل مؤامراته كل آلي صورت ضدك لا تنجح مشان هيك أرفض أفكار العدو سم العدو المميت في العيلة وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا بيت مليان في السلام ممكن أضيف نقطة أخيرة اطلق البركة يوميا على بيتك على أولادك على حياتك وقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب كلمات نعمي كلمات تبني كلمات تمجد الرب حباء إذا عندك سؤال أو أي استفسار من فضلك تواصل معنا الرب يباركك اشتركوا في القناة